السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم اليوم عن موضوع ممتع في مجال الهندسة المدنية وهو إجابة عن سؤال سابق طرحنا ماذا تعرف عن البنت ونايت وما علاقتها في البايلز على فرض كانت عندي الأرض الطبيعية بهذا الشكل على فرض كانت الطبقة الأولى طينية والطبقة الثانية رملية والطبقة الثالثة أين كانت والطبقة الأخيرة هي الطبقة الصخرية وجيننا بنأسس المبنى في هذا المكان نلاحظ أن قواعد المبنى يجب أن تستند على تربة صالحة للبنيان فبالتالي الطبقات الثلاثة الأولى قير صالحة للبنيان فيجب أن تصل قواعدنا إلى الطبقة الأخيرة وهي الطبقة الصخرية لذلك يتم استخدام عنصر إنشاء يسمى البايلز يتم الحفر باستخدام الحفارات للوصول إلى العمق المطلوب على فرض دخلت عندي الحفارة بهذا الشكل وتمت عملية الحفر للوصول للعمق المطلوب أثناء عملية الحفر راح تواجهنا بعض المشاكل وننبه عليها نسوي زوم نتكلم عن المشكلة أثناء عملية الحفر نلاحظ المنطقة اليمين والإيسار تنهار الحفريات أثناء الحفر وبالتالي للتقلب على هذه المشكلة تستخدم مادة البنتونايت البنتونايت هو نوع من أنواع الكليي الطين ويندرج ضمن مجموعة تسمى الاسمكتايت المميز في هذا العنصر أن البنتونايت زائد الووتر يعطينا مركب يسمى بنتونايت سالري له ميزة وهي تسمى سويلينغ براشر أي ضغط الانتفاخ فهو عنصر له قدرة على الدفع الجانبي والانتفاخ بمجرد تعرضه للماء نشوف الحين شون نقدر نستخدم هذه المادة على فرق جت شاحنة الصب وقامت بتعبية البنتونايت أثناء الحفر في هذه الحالة البنتونايت يمنع انهيار التربة بخاصية الانتفاخ والدفع الجانبي بعد ذلك يتم استخراج سن الحفر ننتقل للرسمة الثانية للتوضيح يتم تركيب حديد التسليح وانزاله بعدها تدخل شاحنة الخرسانة ويتم انزال بايب الصب إلى الأسفل كما هو موضح في الشكل بعدها تبدأ عملية الصب ومن الملاحظ أن خروج الخرسانة من الأسفل تؤدي إلى دفع البنتونايت إلى الأعلى كما هو موضح في الشكل يتم استكمال عملية الصب حتى امتلاء الحفرة بالخرسانة وخروج كل البنتونايت كما هو موضح في الشكل وبهذا تنتهي عملية الصب وحققنا الاستفادة المطلقة من مادة البنتونايت وخاصية السويلينغ برشر لها أي ضغط الانتفاخ نتمنى يكون الدرس مفيد وواضح يعطيكم العافية